زي ما قلت لك في الأول مع زيد من أسفي وحزني أن ده الواقع الواقع هو أسوسنا شو بقى شيلي ده علني كده يعني فكرة أنا مش هبالك قبل ما سيبك وقبل ما استعد للفجر كلمة دي ممكن تخلي السمت الزلزل قبل الأرض إنه إيه بقى ليه أنا أقول الكلام ده مش عبارة شاعر وأديد وَلَا أَمُرَنَّهُمْ ده كلام إبليس وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ من أول السطر هات كتاب الكشاف لسه مخشاك مش هقول لك قاله مبروك عطي المرأة هل من تغيير خلق الله أن تنفق المرأة ويمتنع الزوج عن الإنفع يمتنع خالص يدفع مصة فرانك يعني ويدفع كل حاجة لسه كانت بتكلمني مبارح مش عايز أقول لك في مصر الداولي عشان ما تجيبش سرطين مرساش ولسه لازم أقولها مش مشكلة الناس تلوهم محترمين وساعدونا وقاموا بالواقع مبارح يسردية يعني بقول لي شيء هو قاعد وهي أيما بكل حاجة بكل حاجة بطل بقول لك قال لي شيء للشيئلة هو منبقها مبارح يسردية بايه ده إثم مباشر على واحد بيجبر مراته على كده ده الواقع الكافر واحد ومش عايز أقول طب وعمري طبعا لو سانة حشة أقول اسم مين بس شخصية جميلة جميلة جداً ومحترمة ورقية ومتعلمة ورمز من رموز مصر كايز وتقول لي بالحرف الواحد وأولادها تخرجوا في الجمع كان فلان وفلان لما يعوزوا حاجة والبيه قاعد يروحوله يا بابا كنا عايزين عشر تلاف جنيه وكذا كذا يقول ليه ماما يروح للماما وماما تدفع بص بقى لما يقوله مبروك عطيه ده الخنوع من المرأة وقلة الدين عند المرأة وقلة الكرامة عند المرأة إنها راضية بكده إنها ترضي بكده وتسمح له يوم واحد وده اللي شجع الدكورة وعمر بقول الرجالة إن ربنا قلت الرجالة بما فضل الله بعدهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله هو مؤثم على إنه بيجبرها على كده وكده وكده وهي مؤثمة وهي مؤثمة إنها تستمر في كده طبعا يابيش لسه إيه اللي سنتك من شوية إحنا عايزينها يعني ده موقف خليها تطلب الطلاق طبعا أم ياس الطلاق ده سيبك منه ما هو حصل حصل حتى لو عدمها بعض يقول طلق إيه؟ ما بيطلقه 40 مرة دلوقتي ويعود عينها آه لا بس يعني ده يخليها يخليها مين؟ ده يجمع الكتب وأجمع الأهم تقول أنا مش هستمر في جواز ده يقول مين؟ يابيه عندنا قاعدة زي 2-3-6 إذا عجزه وهو مؤدب ومعترب إذا عجز الزوجه عن الإنفاق طلق دقاء جاء 2-4-8 وفيه بقى نصبر عليه شوية وفيه القاضي يخليه تستدين وهو يسدد يا كرام ده لو كان معسرا والأزمة هتنفاك إنما واحد ممتنع عن الإنفاق شوف شرع ربنا بيه القاضي بيع ممتلكاته غصب عنه عشان يصرف عليها وعلى أولاده لو عنده ممتلكات يعمل فركوشة على طول لكن تقول فركوشة المين؟ لأم أنت عايز تحفظها جدو للضرب بينها يقول لها أنت آسمة تقام تشوف الويل تتحمل المشاكل ممكن يكون بيعمل كده وهو معاه ده وارد جدا يا فاندم الثالثة الأسوأ سيناريو اللي هو العدول عن الأصل الكافر إن الراجل يعلن وإن الستة ترضى وإن يبقى الواقع إنك تعمل من الراجل أن تخجي اشتقات جديدة من الأنتخة يعني تعمل منه أن تخجي وليه ما يبقى شأن تخجي لأ شايف واحدة بتقوم من النجمة يا ولدي تروح تشتغل وتجيب الفلوس وبتسدد وأيوة يا حمادة والمدرسين حاضر والبوك يا ولدي مفتوح قبل المحفظة البوك يعني بتاع الست المحفظة المفروض بتاع الراجل هي بوكها دايما مفتوقة واطية بالتواطي ده كلام مفروك عطية وقبل ربنا عليه الكلام ده إنته يتعملوا البوك الفتح بالرضا طب نجيب منين الرضا والراجل أعلنها البكر أعلنها ويدعي رجلا ويدعى رجلا أني أنا مليش دعوة شيل ولادك ولادك من قال هذا لأي دين الأصل هو إنه لا شيء عليها هي بتعملش حاجة وتعيش وفقا لقدرته بس لازم نكمل الجملة بس تؤمر وعلى حسب تقدم على حسب تقدم ده الأصل الأصيل واجيبوا منين أي حاجة تانية في النص بالاتفاق واجيبوا منين يا أبو حسين رقم اتنين إنه يبقى فيه اتفاق بس مفيش التزام صح؟ رقم تلاتة بقى ده الكارسة موادة بقى دي طاج مبامية باللحمة جواب كورنة عمالي يسامسن مع بعض جواعنا أنت على آخر الحرقة مشكرا